البداية مهنياً البداية طبعاً هي من الدراسة دراستي في المعهد الفن الدرامي دراسة مصرحية وأكاديمية 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 كانت عندي خديط من بعد بيانسور بش لأنه مهم تقول أنك كانت في الدراسة قبل ما تكون في المهنة كانت أكاديمية وبعد أبخي باش تبديت في المهنة في المصرح الوطني الجزائري بديت بأول أعمالي المصرحية حكينا على بدايتك وبداية مشوارك الفني والمهني شوف هي بعد الدراسة طبعاً قاعدت مدة بطالة كانت مخدمتش قاعدت ممكن في البيت مش عارفة مدة كانت شوية طويلة بعد نستنى وش كن يعيطنها وش كن كساس والمصرح استنى التليفون إيران آآ يطيك صحة بعد كانت أول فرصة مسرحياً نهدروا على المصرح مصرحياً كانت النزامي اللي كان درس معي في المحهد ممكن نذكره اسمه يعني لا يذكره بخير سعيد عمران حالياً راهو في فرنسا كان في التقى بأستاذ كان قررنا كذلك في المحهد وقالوا نحتاجوا إنجان بخميار واحدة جديدة ووجه جديد مصرحي فهو قالهم كينة واحدة درست معي هيتو رهيق حدا جثتهم هم هايش خدام هيتو تصلوا بك كانت المصرحية المصرح للوطني الجزائري وين كانت أول مرة دخولي للمصرح طبعاً في ذاك الوقت ذاك لأنه كانت في بداية السعينيات كانت أكبر مواتين الجزائريين يعني المصرحيين كانوا في المصرح الوطني الجزائري يعني كانت حض كبير يعني حض وفرصة أن ينتلقى بهم يعني مجموعة كبيرة من يعني القدماء المصرحيين والمصرحية كانت مصرحية شمس النهار لتوفيق الحكيم وكان حسولها دور بطولة بطولة هي شمس النهار بطولة المصرحية وكان مخرج اللي كان هو الإخراج الوحيد المصرحيين ديه اللي هو المرحوم العربي ذكال العربي ذكال وكانوا فيها مجموعة كبيرة بعلم بناني عبد القادر تاجر عبد الحميد رابيا عاشو الرئيس أبو جامل مجموعة كبيرة يعني ما شاء الله المصرحيين وكانوا يحوسوا على وجه جديد نسوي ووجه جديد ذكوري فاخدوا رجالي بلوتو اخدوا هذا سعيد عمران اللي عايت لي هو اللي اخدوا الاخر ودلنا لانكاستينجا لانه لما لحقت المصرح العربي ذكال ومجموعة الفنانيكا من هاد الكبار قعت معهم وطولي النص وقال لي قرأت دور تاعك أنا بديت نقرايته معهم كل واحد يقول الحوار يمد الحوار تاعو شفاي نشفاي بسكو بوما شفاي على المثال المقاطع تقدري تعطيني جملة هكذا؟ لا المقاطع نجيب بعيدة بزاف عشرين سنو من بعد طبعا بعيدة بزاف ومسرحية جميلة جدا قصة هاي لا تعتوفيق الحاكم شمس النهر هي تعفل قصة وشنو؟ هي الأميرة بنت المالك طبعا وفي وقت ما ومشي متزوجها في وقت ما يقول لها باباها المالك بابا لازم نزوجك كيتو دوكاتك كيتو هي تقول له شكون هذا يعني اللي راحها كانت يعني شوية مغرورة وفي نفس الوقت كانت عندها شخصيتها فقال هانا عمل لك في المملكة كامل نقول ندير إعلان تعالوا اللي يحب يجي قد كون ما نحبش يكون غير أمير يعني ما يكونوش غير فقط أمرة دير الإعلان أنه كل اللي يحبين يتزوجوا بالأميرة يتقدموا وانا نقابلهم ونشوف شكون نديري كاستينغ باشلور ولوكيدها باشلور جواب انت وفيق الحاكم ولو بعدها بخيف الأخير يعجبها ابن الشعب يعني يسان شعبي بسيط هابي أنت كانت فيها هابي أنت هي ما تختارش أمير يعني هي فيها حكمة واحد فيها خصال وهو بعد راح يعلمها تكون يعني أميرة يعني كيش يقولوا تعرف كيش يقولوا تكون عندها هذك المسئولية تعالى تأشعبوا بلدته هو اللي راح يتقفها يعطيها هادي التقافة هادي باش نقول لك ببسيفة عمالي أنه كانت حاجة ديجال الدور الشباب المصرحية يعني شباب الكاتب معروف وكانت مجموحة كبيرة قلت لك وانا قريت النص أنا شوف حاجة اللي فرحتني غير ما قريت بديت نقرأ الحوار قريت زوج جومل وثلاثة العربي كان قدام يقعد الله يرحمه منا قريب خلا مصيبوا هيا هيا يعني تقمست الدور بشكل مباشر غير بديت لأخر شيء ما ديجال شكل الشكل يعني الحوسوا على الشكل أميرة ها شكل كيفاش تكون يتو الشكل ديجال أساسا عجبوا الحال وبعد زيت زيت للنطق ولكيفاش يعني كلمنا يعني قلت الحوار يتو ما تقولش معاي قالهم سيبون سيتال هنا سيبون